من أحبة في الله أن يتخيلوا أنهم سيرحلون باتجاه الحياة الأخرى كل يوم اجلس ولو ربع ساعة وبخاصة يعني بعد الصلاة بعد كذا عندما تكون مرتاحا وتخيل أنك ستجهز نفسك للذهاب إلى هذا البيت الجديد هذا المسكن الجديد ومسموح لك فقط أن تأخذ صنف واحد من الأشياء وهو عملك مسموح لك أن تأخذ معك العمل لا تستطيع أن تدخل المال لن يدخل معك أحد ولن يرضى أحد أن يدخل معك على فكرة في القبر سيدخل معك عملك هو يرافقك هكذا ويدخل معك طيب ما هو أكثر عمل يضيء لي في القبر ما هو أكثر عمل يضيء لي في القبر إنه الصبر الصبر ضياء أيها الأحبة الصبر ضياء يضيء قبرك وهو من أعلى الأعمال التي تجعلك قريبا من الله وتنج من عذاب القبر وفي سعادة كبيرة لأن الله أكد في القرآن الكريم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذن أنت لديك جار سيء بإمكانك أن تصبر عليه قليلا وتضع في دماغك أن هذا الصبر ستأخذه معك إلى القبر إنسان يؤذيك زوجة ابن أخ أب شخص في العمل شخص في الشارع تتأذى منه بدلا من أن يكون لديك رد فعل عني افتجاه قل أنا سأصبر وصبري هذا سأحمله معي إلى القبر سيكون ضياء لي الصبر هو أكبر ضياء لك في القبر أيها الأحبة شيء الثاني الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم من أكثر الأشياء التي يعني هو ما خف وزنه كما قلنا الإنسان يحمل في رحلات الفضاء مثلا يحمل ما خف وزنه وغلى ثمنه الشيء البسيط العمل البسيط جدا الذي يعني وزنه خفيف ولكنه ثقيل عند الله سبحانه وتعالى حسن الخلق الصبر إكرام الآخرين حب الخير للآخرين الصبر على الآخرين التسامح مع الآخرين العفو العفو هو على رأس حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا احسنكم أخلاقا